السلام عليكم من أحكام اليمين الحلف أنه لا يجوز للمرء أن يحلف إلا بالله وأسمائه و صفاته سبحانه فلا يحلف بملك ولا يحلف بنبي ولا يحلف بالكعبة ولا بغير ذلك إلا بأسماء الله و صفاته قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك و من أحكام اليمين أنك إذا حلفت على شيء فرأيت أن غيرها خير منها فكفر عن يمينك و افعل الخير فأنا قلت والله لا أعطيك ثم فكرت فرأيت أن إعطاءه خير لك أو والله لا أذهب ثم فكرت فرأيت أن الذهاب خير لك كفر عن يمينك و اتي الذي هو خير